زي ما قلت قضية التطبيع والمؤتمر الصحفي وزيارة برهان لكن قبلها في مؤتمر دارت كلها عن قضية رفع الدعم دي سريع كده وبعد ذلك اجي خشف القضية بتاعت التطبيع دي الليلة في مؤتمر صحفي لوزارة الطاقة قبل شوية واللي اعلن فيه اللي هو مؤتمر لرفع الدعم بالتحديد يعني والوزارة كانت فرحانة جدا انه في باخرة بتاعت وقود جاتوا كده حاجة مضحكة مكية طبعاً من المضحكات المكيات انه الوزارة بتاعت تطاعت تطلع عن طور صحفي لانه فيه باخرة بتاعت وقود جات الباخرة دي ما بعرف المهم جابوا له بروش من وين لكن المعلوم انه الان قسموا الوقود او قسموا الترمبات لخدمية وللحرة والخدمية ما هتلقاها اللي هي عشرين ترمبة دي ما هتلقاها باعتبار انه الليترزات والزمان كان الرجوع عمله بستة وخمسين ينيه دا حسب كلامهم لكن الكلام ده بناقض المنطق وبناقض الواقع وما فيه اصلا بستة وخمسين ما فيه اللي هو هيتوفر الان في الوقت الحالي اللي هي باخرة الباخرة دي كان انتاج محلي طبعاً هي واحدة من المكيات المضحكات انه باخرة الوغود اللي بتكلموا عنها دي دي مفروض تكون انتاج محلي تنتجى مصوطة الديل هنا لكن اه قبل السقوط كنا مننتج مية وتمانين لمية خمسة وتمانين الف برميل حصلت اشكاليات كبيرة جدا في في العمل الفني والهندسي وكذا اتراجع الرغم من مية خمسة وتمانين او مية وتمانين الف تراجع لكم وخمسين الف برميل والكمو خمسين الف برميل ذاتي فيه اشكاليات في الصيانة فيه اشكاليات كثيرة جدا ففقدنا كثير جدا من الواقع الان الوزارة فرحانة بانه والله تمر جاتة باخرة واحدة والان بتعرض في الكلام والناس فرحانين انه والله ارفعوا الدعم عشان يتوفر الوقود انا انا تابعت المؤتمر جزء منه لكن الناس اللي بحاولوا يطبلوا لقضية رفع الدعم وكذا ونحن والله ما عندنا عربات وهنساء وكل الناس اكتر زول سيتضرر من رفع الدعم هو الزول الماسائقة العربية طبعا فيه ناس يشتكري انه والله رفع الدعم هذا يتضرر منه الافندية بتاع الخرطون ده لا رفع الدعم يا عزيز المواطن سيتضرر منه زول القاعد في الريف اكتر منه زول القاعد في المواطن لانه الزول الغني القاعد هنا اللي انت بتكلم عنه ده واه بتضرر شيء لانه عنده البدايلة الاخرى لكن امتا لمن الليل الجالون بتاع البنزين من 28 نمن يمشي ل540 طبعا بالسعر اللي هما قالوا ده ما بتلاقي اللي هو 56 6 في 4 ب24 اللي هي 224 باون ده مافي ده الخدم اللي هما قالوا وده قالوا لأغراض التعديم وش همهم كلام كده كلام خارن بارن مابيتلاقي لكن الخمسمية واربعين ستنعكس على المواطنة القاعد في الريف لانك انت القاعد في الريف اذا كنت بتنتج وبتحمل انتاجك في عربية عشان توصل الخرطوم محل الانتاج ولا توصل السوق اذا زمان كنت بتشحن الشوال بعشرين الليلة سعر الجالون بتاع البنزين تضاعف اكتر من عشرين مرة اكتر من عشرين مرة سعر الجالون انت ضاعف يبقى اذا كنت بتركم المواصلات بخمسة ستدفع في المواصلات 100 جنيه لأشان الناس الاتس يتقول ليك لا والله ارفعها وتحصل المساواة كل الدول بترفعها اين احنا عايشين في اوروبا ما في دعم لكن هذه الدول دعمت هي لم تدعم البنزين ولكن دعمت المواطنين بطريقة اخرى امريكا دي فيها دعم في التعليم فيها دعم للأسر الفقيرة فيها دعم للأطفال الوربا تيد عن بكرة ابيها كلها خاشة فية دعم ، ما تسمع كلام منه ما في دعم الوربا فية فيه ناس قاعدين قاعدين عمرهم مشتغلوا ، لكن ويشربوا مدعومين والتعليم مدعوم والصحة مدعوم والكلام ده كله مدعوم دي الوربا البهكلة ونفس اللتر بتاع الجاز ونفس اللتر بتاع البنزين الب oportun . فيهوروبا المدعومة الناس هسل يقول لك ما تسمع الكلام ده الآن الوربا فيها دعم مستوى دخلك منخفض الدولة بتدعمك لحد توصلك لمستوى دخلي محدد إذا انت بتشتغل بتاكل وتشرب عاجز انك تدفع حق المواصل حق الدقل حق السكن أوروبا بتدفع عليك السكن حقك عندك أطفال أطفالك بياخدوا دعمي من الدولة إلى حين حتى لو شغال حتى لو شغال لحد ما دخلك ده يتجاوز 50 ألف في السنة إذا انت بتدخل أكثر من 50 ألف بارون في السنة مثلا في إنجلين هنا بعد ذلك بيوقفوا منك أشكال الدعم لكن وانصي إنك بتدخل أقل من 50 ألف بارون في السنة يعني 50 ألف بارون في السنة ومن تجي تقسيمها على 12 شهر بتطلع كم 24 8 يعني أكثر من يعني أنت بتدخل أكثر من 4 ألف شوية في الشهر وبعد ذلك أنت الآن مدعوم مدعوم في السكن حقك إذا عاجز مدعوم مدعوم في أطفالك مدعوم في التعليم مدعوم في الصحة مدعوم في كل أوروبا دي كلها فيها دعم ما تسمع الكذب بيقولك إنه ما في دعم أوروبا دي فيها دعم وأمريكا فيها دعم أمريكا في ناس حسب مستوياتهم في ناس بيأخذوا باوشار بتاع أكل في ناس بييدوا أولادهم في التعليم في ناس السكن حقه إنما ما يلحق بيدعموا للناس أمريكا الآن بتدعم المواطنة المسكينة اللي قاعد في أمريكا أوروبا كلها بتدعم بزات الأطفال الطفلة البدعم كلهم مدعوم دي الدول الآن ما قاعدت تدعم الوقود إنت الليلة جيت رفعت الدعم المؤتمر بتاع رفع الدعم أنا بسأل الناس اللي بيصفقوا لها رفع الدعم ودارين تصلوا المصاب بتاعت الدول الأوروبية الصايد فيك الجوانب اللي بتجي للمواطنة المسكين إنت الآن المواطنة اللي بيأخذ مرتب عشر ألف إذا كان بيركب المواصلات قبل رفع الدعم بيركب المواصلات بعشرين بكرة هيركب المواصلات بمئة جنة يبقى أنت المواطن ده كان بيأخذ عشر أجنة مفروض تضعف له مرتبه عشرين في المئة عشان يواكب الزيادة الحصلة في السوق ده كل ما حصل ده كلام علمي همشوا يجيبوه في أي محل إنت رفعت الدعم المقابل شنو ده سؤال رفعت الدعم المقابل شنو هل هل عملت هل عملت جانب مشيت لإنك تدعم الفقراء مشيت لإنك تعمل دعم حقيقي عشان التعليم كل مفروض يكون مجان الصحة كلها مفروض تكون مجان ده الدول الآن ما فيها دعم للبنزين والمقابل تدعم الكهراء في إنجلندي أسيا بريطانيا دي التعليم مجان والصحة مجانة إلا إذا انت شغال ميسور الحال بتدفع حق السكريبشن اللي هو الدواء ده لكن غير الدواء دارت قابل الدكتور إنت ميسور دارت أعمل برايفت الدكتور دي في حياة ثانية التعليم فريد ده كله موجود إنت عملت شنو الليل عشان تيتكلمني تقول لي والله أنا دار أرفع الدعم ودار أعمل ودار أسوي إنت رفعت الدعم تدريجيا وفيه ناس بصفقوا ويلا بعد ده خم وصروا وخم لأنه هيتأثر الآن الشعب السوداني كله الآن تحول كله بإيه موظفين تحولوا لفئات فقيرة لأن الزول اللي بيأخذ عشر ألف جنيه تصبح العشر ألف جنيه مرتب بتاع يوم واحد أو تكليف خدمات بتاعتي ومراحل أنت ما زدت المرتبات لأن الدولة عاجزة عن زيادة المرتبات ما عملت الدعمات للأسر الفقيرة ما دعمت الكلام الحراء اللي بيقول لك والله البنزين ونحن البنزين اللي بيتهرب والخدمات مؤتمر فطير جدا لوزارة الصحة لتبرر للناس إنها والله دار ترفع الدعم لكن رفعت الدعم مقابل وين مشت القروش ذاتها الهس يدعم بين الناس دي مشت القروش الدولة ذاتها قبل ما انتصق قطة فيه مدخولات بتاع الدولة مشت القروش الدعم مشت القروش لأن ينت الليل أنا من تجي تكلمنا الدولار الهس الشركات الآن شغالة في البنزين دي البداية 540 وبعد الآن الشركات بتتكفل بعض الخسارات لأ الدولة عمل الدين معاون إنه والله قضية الضرائب وقضية وقضية مشو الموضوع على الحتة لحد ما مواطني يستوعب ويقبل ب540 لكن السعر الحقيقي لجانوال البنزين مليون ينه ألف ينه سعر الحقيقي ألف ينه سعر الآن بيده سعر الحقيقي ألف ينه وده لكن هم ما هيعلنوا كده هيعلنوا في مراحل لأن الشركات المشت تشتري الوقود الليل وتجيبه ما قاعد تشتري 540 ستبدأ لكن وفقا لمعطيات الواقع تتغير لأن الدولار لا يستطيع في 300 و250 و240 وزير الصحة الطاغ الهصف يتكلم عن قضية هذا لم يكن لديه دولار تأشيري يوجد دولار التأشيري التي تستورد من بره بانك السودان يدو قروش بيقول هذا قروش بتاعت الاستيراد زوان كان غير الدولار التأشيري كانت هناك حاجة اسم دولار الوقود ودول الدول السعار كانت مخفضة جدا لأن تجيب تجيب تبيع وفقا للسعير الوقود يشتر الدولار السوق أسود ليس من بنك السودان بنك السودان يريد دولار تأشيري بـ 55 جلي لا يريد بـ 55 جلي المورد لها يشتري السوق الوقود من عرض البحر يشتري بالدولار بالسوق الأسود لا يوجد دولار يشتري بـ 240 250 أو 270 لا يبيع الخسارة الآن هناك اتفاق مع الدولة تجيب الحاجة بالضرائب وتعفين وكذا لأن الخسارات تكون أقل لكن بعد أن تستوعب لأن تستوعب تخلاص من 28 قبل 128 من 128 الآن أصبح الخدم 224 وما هتلقى لأن ما هتلقى ما هتمش الترمب هتلقى في خدم هتضطرت كبة 560 باعتبال الوفرة لكن سيتضرر كل الفقراء والمسأل هتعمل شك مرة واحدة في كل حاجة في البلد في الاقتصاء في كل حاجة هتعمل حيائق كثيرة جدا وهتعمل خصائر كبيرة جدا سيتحملها الفقراء وسيتحملها البسطة من أبناء الشعب أجل القضية الأساسية وهي قضية التطبيق برهان اللي نمش مصر مجل زيارة مصر لكن أنا دار مش المؤتمر الصحفي بتاع برهان مبارح مبارح برهان طلع في مؤتمر صحفي وكان منتشه جدا أجل بعين برهان مبارح ركز البضيح برهان شوف وشوف برهان قال قضية التطبيق شاورنا فيها القوى السياسية 90% من القوى السياسية نحنا شاورنا وقال وقضية التطبيق وقضية التطبيق نحنا شاورنا فيها ذكر اسمين بالتحديد ذكر الصادق المهدي وذكر السنهولي الصباح قال صادق المهدي والسنهولي لكي نفهم كلامه لكي نورك برهان صادق أو كاذب برهان صادق جدا في الكلام قال صادق جدا لكن الصادق المهدي كذاب والناصرين كذاب وقحتي كذاب وكلكم كذاب وأجي بزبيته لكم واحد اثنين ثلاث بالمنطق بس أرجو إنه ما تضرب الله بس برهان قال نحنا اتفقنا عن كواس سياسية إنه لمشي في قضية التطبيق طلع صادق المهدي قال والله نحنا قال شنو الصادق الصادق بالمناسب يشوفه ببيان الصادق وشوفه كلام السنهولي قال الصادق ما قال نحنا ما تناغشنا مع برهان ولا السنهولي ما قال نحنا برهان كلهم أرجو أشوفه الكلام ما قال ما نحنا برهان لكن قال هذه القضية يجب أن يتولى المجلس التشريعي إنه قضية التطبيع ما تطبيع لي يبيت فيها المجلس التشريع وده مربط الفرص ذات مربط الفرص أنت الصادق المهدي لماذا طلعت قلت ما من مهام السلطة الانتقالية دا الكلام أنا عشان أفهم إنه برهان دا غلط عشان أحلل غلط أحلل إنه برهان ما بتكلم صح كلام غلط تطلع تقول إنه دا ما من مهام الحكومة الانتقالية لكن وانص إنك ما تنغشت مع برهان وتنغشت مع برهان على أساس شنو على أساس إنه يمشي يتم التطبيع ويجو بعدين ينغش المجلس التشريع دخل الزات في البنية بتاعت الدولة دخل في الأجهزة بتاعت الدولة يبقى في فرق بين إنه المجلس التشريع يكون هو صاحب السلطات والتشريع وهو صاحب الحق المطلق في إنه يقرر وفي فرق بين إنك تجيب لك برنامج جاهز وتجي تعرض على المجلس التشريع النازل كلهم موافقين على التطبيع بي ما فيه نصادق المهدي بي ما فيه كل الغوة السياسية خلف الأبواب المغلقة هما مع التطبيع ليه هما مع التطبيع ليه هما مع التطبيع سؤال هما ليه مع التطبيع وده السؤال الجوهري جايب جيب حزب الأمة رغم إنه حزب الأمة وراء خلفية التاريخية والناصرين القوميين العرب والخلفية العربية لكن ليه نازل مع التطبيع لأنه نازل مع التطبيع لأنه الشغلة اشتغلت الإمارات زمان نحن قلناه زواني بداية الأزمة الناس المشو الإمارات والناس الاشتغل معاونا الإمارات والناس المشو في فضل الاعتصام والاجتماعات التمت في السفارة والقروش الدفع وعلى الناس المكسورين هذه الكسرات هنا هذه العصرات هنا لكي لا يزال يقول لكم لا يشاوركم برهان برهاننا لا يشاوركم برهان ذاته يطلح برهان الهسي قاعده أخذ مشروعيته من أين؟ برهان هذا يجب انقلاب أو يجب السورة؟ برهان هذا يجب الوسيقى الدستورية ساتع الحاج أمس يتكلم في الجزيرة وأنا ساتع الحاج كنت قيلوا بحثي طبعا لكن أمس شايف قدمه ناصري لا أعرف حصل لي خلطي لكن في الاثنين هم قومين عرب لكن ذاته الحابل بالنابل اختلط لا تعرف دبنه ودمنه لكن أمس شايف الجزيرة قدمه باحتباره ناصري ساتع الحاج هو صاحب الوسيقى الدستورية هي الفصلت قالت برهان وظيفته كده وقالت حمدوك وظيفته كده وقال للوظيفته كده فصلت صلاحيات الناد برهان الأمس طلع قال الكلام ده مش طلع قال والله يا أخوان نحن قعدنا عملنا وسوينا وكده ده ماما صلاحياته نحن نتفق انه ماما صلاحياته ردة الفعل يطلع زور رئيس البلد ويطلع العسكري القامت عليه السور قال لي انت بتتكلم مدنيا تقول لي دولة مدنيا طلع قال ليك أنا شاورتكم وكدت موافقين و90% انت تطلع تقول ليلا الكلام مجلس تشريعي ونحن نودي المجلس التشريعي انه ما تقول مجلس التشريعي لانه ده تهرب انت ما اجبت على السؤال جاوب على السؤال برهان شاورك ولا ما شاورك وكد برهان شاورك قلت له شنو قلت له يس ولا نو بس ده من المختصر المفيد جدا فشان ما تبع تليفه وتدوره مسألة انه والله المسألة مجلس تشريعي ما من صلاحيات انت لا صادق المهدي ولا برهان انت ما من صلاحيات التحدد للمجلس التشريعي وقدار شوه ده لو في مجلس تشريعي لانه هو صاحب السلطة التشريعية في البلد اذا انت قلت له نظام برلماني يعني احنا ماشينا برلماني ما قلنا نظام رئاسي حتى قلنا نظام برلماني النظام برلماني الأغلبية البرلمانية بيجي البرلمان هو صاحب التشريع وهو اللي بيجيب الحكومة وهو بيشكل الحكومة وهو اللي بيقين الحكومة وهو اللي بيعمل موجهات الحكومة اللي نمشي معاكم في فهم كنا لكن لا انه ده كله كبب طلع برهان قال ليكم بالحرف الواحد قال ليكم انا شاورتكم وانتم مع التطبيع الخطوة الجريئة المفروض تعملها احزاب قحتي لو هم صراحة ضد التطبيع وكلام برهان ده تطلع بلهجة هادة جدا اللهجة تكون حادة جدا تقولوا يا برهان كلامك اللي بيعمل في ده هذا غلط اصحبوا مصرلكم من الحكومة اصحبوا مصرلكم تعملوا مؤتمر صحفي بكرة في الدولقوال الحرية في اي دار من دولقوال الحرية حزب الاما البعثيين ناصرين تطلعوا تعملوا مؤتمر صحفي حاشد تسحبوا قواتكم تسحبوا دعمكم وتسحبوا وزراءكم تستغيل من الحكومة لكن ما بتقدروا تعمل الكلام ما بتقدروا تعمل الكلام ده لأنكم انتو جزو لأنكم انتو الأضياط الضوء الأخضر للطبي بحكاية أنه نحن نلبد ورى الحكومة نحن نلبد ورى الحكومة ندي العساكر هم يشتغلوا الشغلة ونتلبد ورى العساكر إذا نجحت الشغلة وقبيل الشعب نحن والعساكر أصرات بين طاقياتنا راكبة لكن انتو خدام عند العسكر انتو موظفين عبارة عن موظفين كل وزراء قحتي عبارة عن موظفين الآن عند العسكر انتو موظفين يوظفكن العسكر زي ما دائركم ويستفزكن العسكر زي ما دائر يستفزكن ويخدتكن تحت الجزمة زي ما دائر يخدتكن يوديكن يمين ويجيبكن شمال زي ما دائر يعمل ده العسكر أشان ما دي تغشوا للشعب إنه والله الشغل ده اشتغلوا برهان ولا اشتغلوا برهان ولا قالوا برهان ماذاك وزير العدل ؟ وزير العدل يقول لك السوابط الوطنية وزير العدل منبطة صلة ام انت قال لنا محمد وداع قال انا اسحب ترشيحي ليا وزير العدل انت منوه شان تسحب ترشيحك انت ما رشحت وزير العدل كفرد رشحته كمؤسسة في مؤسسة اسمها قوة الحرية والتغيير مؤسسة سياسية كانت تمثل السورة هي الرشحت وزير العدل هذه المؤسسة هي الوحيدة المخولة لا تقول انو وزير العدل ده كلامه بمسني او لا بمسني لكن كونت تطلع يا حمد وداع اكفرت تقول والله وزير العدل كلامه ما صح كلامك مردود اليك لانك لا تمسن نفسك انت لو دار تتكلم تعالوا جيبوا قحتي كلها كمنظومة سياسية لكن انا المرة الفاتحة قلت لكم هؤلاء لا يمتلكون شرف الاستقال انا قلت لكم قبل كده يعني بعد المرمطة اطلع برهان الليلة مرمط كلها وسفرته لمصر ولاقم انو في مصر دي بعد المرمطة اطلع برهان دي كنت تعملوا مؤتمر صحفي وأنتم مجتمعين عقل الله تعمل مؤتمر صحفي وكنتو تهددوا برهان وتقول ليا برهان نحنا نسحب دا صح طبعا دا صح؟ صح انكم تعملوا مؤتمر صحفي تقولوا لي يا برهان نحنا سنسحب منك السغا بتقدروا تقولوا كلامنا؟ بتقدروا؟ سؤال يعني سؤال؟ أنا بالله بسألكم صادق كده يعني برهان ده أخذ مشروعيته من وين؟ الأدى برهان مشروعيته منه والأدى العسكر مشروعية منه ما أدأتون أنتم إنتم تطلعوا ما يونفر هذه صادق ما يوعد في بيته يقول لي والله أنا وفعلت دائرة تطلع تقول التطبيع ذات إسرائيل لشان تجيبوا بكرة تتبلوا كيفية حوانات؟ كلنا كنت تتبلوا لأنكم أخدتوا قروش وست Living say بالنتم تقول مشيات الإمارات منو لم من مشى الإمارات؟ جس كده بصالكم عن ما مشى الإمارات منه المامشى السفارة الإماراتية منه؟ والمامشى السفارة السعودية منه؟ قلت لهما مشيته زماني السفارة الإماراتية ومشيته السفارة السعودية الله جداد يبأت ويتبلى بس صمعني إلا شيء ولا من نحضغه ذات peacefully خليه قعد ب pré��요 عشان يتبلغ عشان يعرفو حياة زات الإماراتfre سيجعل ث szerim عشان يعرفو حياة تكذبه للناس. قال ما مشى السفارة الإماراتية؟ قال ما مشى السفارة السعودية؟ سؤال منهم ما مشى؟ قال ليلا انت كناصري عندك أشواق الناصرية وكعربي عندك أشواق العروبة. لكن تتكلم بس وما تقدر تعمل فعل. غالبكم تسحب حكومتك؟ غالبكم؟ غالبكم احتجاج انساكت الاثنين وزير يستغيلوا؟ غالبكم تضحوا باثنين وزير؟ اثنين وزير موقف بس اعمل موقف شو للميديا. هددوا برهام نقولوا ان احنا سنسحب التفويت. لانه ده ما تفويتك انت. لكن برهام مشى. ولانه برهام مشى ولانه يتؤديتوه الضوء الأخضر لانه شوفوا العساكر ديلة ما تمكنوا. ما تمكنوا في المشهد ده. الآن برهام ما تمكن في المشهد بتاعت تطبيع. مش تطبيع برابا. في كل حاجة. في كل حاجة. اقتصاد. سياسة. علم. فنون. كل حاجة في البلد. العساكر هم مهامينين عن المشهد تماما. انت عبارة عن كومبارس. انا زمان قاعد اقول لهم كومبارس. لكن اكتشفت انه كالبا.